في لهجة تزداد حدتها كل يوم مع تصريح جديد للرئيس الأمريكي بشأن إيران وأنشطتها قال ترامب إن الحرس الثوري جيش معاد يمول الإرهاب التصريح الأمريكي الحاد هذا يأتي في سياق سلسلة تصريحات لم تتوقف ضد إيران منذ تولي ترامب السلطة في الولايات المتحدة يبدو أنها ستتحول إلى تنفيذ على الأرض خصوصا مع الاستفاف الأوروبي بجانب أمريكا ضد الحالة الإيرانية هذه ففي رأس السنة بإيران أو ما يعرف بعيد نوروز بعث الرئيس الأمريكي بتهنئة الإيرانيين إلا أنه استخدم الرسالة لمهاجمة النظام الإيراني خاصة الحرس الثوري فقال إن الشعب الإيراني يرزح تحت وطأ حكام يخدمون أنفسهم بدلا من خدمة الناس لم اكتف ترامب ذكر مساوي إيران الداخلية بل تعدها لما يهمه هو وهو نفوذها خارج حدودها وتغلغلها في منطقة الشرق الأوسط عبر احتلالها عواصم عربية من خلال دعم ميليشيات تنفذ في تلك البلدان أجندات الحرس الثوري الذي قال عنه ترامب إنه أنفق أكثر من 16 مليار دولار لمساندة من نظام بشار الأسد ودعم الإرهابيين في سوريا والعراق واليمن وذلك على حساب المواطن الإيراني الذي يدفع ضريبة ذلك من حقوقه المدنية الرئيس الأمريكي لا يقف وحيدا في مواجهة المشروع الإيراني إذ سندته دول الاتحاد الأوروبي خصوصا في الأيام الأخيرة حتى خرجت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا من حالة التريث التي كانت تتحلى بها تجاه تدخلات إيران في نزاعات الشرق الأوسط واتفقت دول الاتحاد على مناقشة تداعيات تدخلات إيران في نزاعات الشرق الأوسط وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية في اجتماع وزراء خارجيتها الذي ربما يخرج بقرارات جديدة قال البعض إنها ستكون بمثابة إقرار عقوبات جديدة على إيران وهما يتوقع أن يواجه بتحفظات من بعض الدول التي تشكك في جدوى أدوات العقوبات لأنها قد تدفع النظام الإيراني إلى المزيد من التشدد لكن بالنسبة للجانب الأمريكي فأن ترامب الذي أبدى سخطه منذ اليوم الأول لرئاسته على الاتفاق النووي مع إيران خرج اليوم مهددا بنقضه في حال السمرار طهران بسياساتها في المنطقة حيث قال نائبه مايك بينس إن إيران الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم وإن واشنطن لن تؤيد الاتفاق مرة أخرى